الجيش الوطني يشوق تحصينات المليشيات الانقلابية ويتقدم في أربع جبهات مهمة جبهة الصعدة والتي أصبح فيها على مشارف مركز مديرية باقم بعد استخراج وحدات الهندسة العسكرية أربعة آلاف لغم وعبوة ناصفة ثاني جبهة مهمة الجوف شارف فيها على الانتهاء من تمشيط معظم مديرياتها بشكل شبهي كامل وغير بعيدا عن ذلك تمكنت وحدات أخرى من استعادة أهم السلاسل الجبلية في مديرية ناطع بمحافظة البيضة والتوغل فيها بشكل كبير وتكبيد المليشيات العشرات بين قتيل والجريح بينهم ست قيادات ميدانية في صعدة والقوف أما في الساحل الغربي فلا تتوقف قوات الجيش الوطني عن التقدم والتي فرضت فيها حصارا محكما على مديرية الجراحي من ثلاثة محاور وقطع خطوط الإمداد القادمة من اتجاه جبرراس ووادي المرير الاستراتيجية القديدة فتح عدة محاور لإرباك الإنقلابيين وإرهاقهم هناك اليوم عدة قبهات تحرز فيها قوات الشرعية تقدم بسناد ودعم طيران التحالف العربي لعل أبرز هذه الجبهات تقدم الكبير الذي أحدثته القوات في مندبة وباتجاه مركز مديرية باقم في محافظة صعدة تقدمت القوات تقدم استراتيجي هام هذه المحافظة تعتبر واكر للميليشيات تنتشر أطقم الجيش الوطني في جبهات القتال القريبة منا لتحرير المناطق من تحت سيطرات الميليشيات وهنا تنتشر أطقم الشرطة العسكرية لتأمين المناطق التي يتم تحريرها وحماية ممتلكات المواطنين وإلى ضفة أخرى من المواجهات سيطرت قوات الجيش الوطني على جبلي حيد الحمام ورحنق بمديرية مقبنة في ريف تعز الغربي وشرقا سيطرت وحدات أخرى على تبة وواد الشعاب باتجاه تلتي الجعش والسلال وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة العسكرية لتأمين المناطق المحررة نهاما لنقوم بها بحماية ممتلكات الناس النازحين ممتلكات الخاصة حماية المواطنين حماية من الناس الذين يقوم بانتهاك المواطنين ممتنا أن نقوم بحماية المناطق التي يقوم بالسيطرة عليها الجيش الوطني وتأمين ظهورهم العمليات العسكرية تكبد الماليشيات خسائر كبيرة وصلت إلى أكثر من 200 قتيل خلال أسبوع واحد محمد الحذيفي الإخبارية تعز